بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيب واركم فيه والصلاة والسلام على أشخاص مرسلين سيدنا محمد وعلى آلي وصحاب أجمعين رب الشرح لي صدري واسلامي أمري وواحل العقل من السنة بقو قولي ربنا أغفر لنا والإخوان الذين سبقوا لنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غللنا آمر بمنا كروف الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالأهل العليل العظيم فرأنا شيئاً يسيراً من البيانة يقسم به العجو من كتاب الذنب الكبر من إحياه ولو من دين الإمام غزال رحمه الله ونفعناه بعلوم في الدارين آمين 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 وقد وصلنا في القراءة إلى ما ذكره الإمام الغزالي عن ابتلاء سيدنا داود عليه السلام بالمرأة وقلنا أن هذا من الإسرائيليات وذكرنا نماذج أخرى من ما يسمى بمجموعه الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى وكيف أن هناك من القصص ما لا يجوز ما ينسب لهؤلاء الانبياء نعم لم يصبر قال لم يصبر انظروا إلى قصة أخرى ذكرنا قصة سيدنا لوط عليه السلام ذكرنا قصة سيدنا داود عليه السلام وهذا من إسرائيليات وذاك من العهد القديم كما يسمى ومن هنا نفهم أن كون القراءة الكريم مهيمنا على ما سبقه من الرسالات هو لأنه دخلها التحريف دخلها التحريف والتغيير والتبديل فليمكن نسبة هذا إلى الأنبياء عليه السلام ومثال من الأناجيل يعني هم اختصروها واختاروا أربعة أناجيل فيها أن المسيح عليه السلام وهو ببيت فاجو ما بين العزرية وبوديس والطور يعني هاتتلة فوق وبيت فاجو فاجو من كلمة تين باللاتيني حتى بدغل الإنجليزي اليوم تقول فك جاء سيدنا مسيح عليه السلام وحق له أن يجوع وشر حقناه أن يجوع كان يأكل الآن وطا هو السيدة مريم عليه السلام القديسة نعم فرأى شجرة تين فرأى شجرة تين فذهب إليها فلم يجد عليها تينا ناضجا بسيطة اللي عنده تينة باب الدار في الحاكورة البستان بنزل على هاتتين الأصل فيها ينزل الصبح بدري مش هيك وجد عليها تينا ناضجا يأكل لم يجد يحدث نفسه يقول مثلا هذا من نمره يعني غدا إن شاء الله يش بتكون نضجت يحدث نفسه بكلام يحدث نفسه وإن كان مع أحد من أهل الدار يحدثهم ويحدثونه ولكن ما ينسب مسيح عليه السلام لا يجوز نقولنا قضية قضية الصبر لم يصبر والمسيح عليه السلام هنا لم يصبر فلعنها وهذا لا يجوز شخصية مسيح في حب فيه مع إنه قال لبني إسرائيل أنه أتاهم بالسيف جاء إلى خراف بني إسرائيل الضالة وجاءهم بإيش بالسيف لعن الشجرة دعاء نبي عندهم حتى ليس فقط نبيا و عندهم هو ابن الله أحد الأقانيم الثلاثة هو الله ذاك سيدة مريم عليه السلام يسمى عندهم أم الرب كذلك يقولون ف ضربها صاروخ أرض أرض لجتينة انحرقت احترقت يبسل بعض الأنجيل قالت من يوم وبعض الأنجيل قالت أيش من اليوم التالي هذا لا يجوز هذا لا يجوز حتى أنا بعض القساوس قال سألت عن القصة هاي قال هذا كناية عن بني إسرائيل أنه لا يجد فيهم ثمرة الله بجياني إذن فما به العجب ثمانية أقصام الأول أن يعجب ببدنه في جماله هيئته وصحته وقوته وتناسب أشكاله وحصن صورته وحصن صوته لا يلتفت إلى أن كل هذا نعمة من الله عز وجل وإلى زوال لو أنك زوجت أجمل إمرأة في الكون هذا الجمال الخارجي ما قاله إيش إلى زوال ولو أنك كنت أوسم شاب في البلد وحصلت على جائزة الكمال أجسام ووو إلى آخره كله إلى زوال فعلاجه كما ذكر الإمام الغزار يتفكر بالأخضار التي يحملها بدايته ونهايته يعني تفكر في بدايته ونهايته قال الثاني القوة والبطش قوم عاد ماذا قالوا من أعلم وأين عاد لم يعود منهم أحد نعم وكما اتكل عوج على قوته وأعجب بها فاقتلع جبل اللي يطبقه على عسكر موسى عليه السلام فنقب الله تعالى تلك القطعة من الجبل بنقر هدهد ضعيف المنقار حتى صارت في عنقه يعني الهدهد عادة هو نقار الخشب وليس نقار خشب ونقار خشب ليس نقار صخب ليس نقار صخب هذه الأولى الثانية أروي لكم قصة أعجب من هذا أن عوج هذا أمسك بالحوت من قاع البحر وشواه في عين الشمس يعني شو عرفك إنها كبيرة يعني شو عرفك إنها كبيرة يعني شو عرفك إنها إيش كبيرة بينه وبين القمر الثانية ونص بسرعة الضوء بينه وبين الشمس ثمانية دقائق بسرعة الضوء يعني لو مد يده شو يعني يد عوج هذا متوصل 94 مليون ميل فهذا غير مقبول هذا غير مقبول قال إمام غزالي عن قضية القوة والآن حديث متفق عليه وقد يتك المؤمن أيضا على قوة كمروي عن سليمان عليه السلام أنه قال لأطفن ليلة على مئة امرأة ولم يقل إن شاء الله تعالى فحرم ما أراد من الولد لا تعمل يعني عنتر وزير سالم والأمر لله عز وجل قد يكون رجل عاجزا في بعض قوته وينجب ماذا بضرورة يكون يعني أضعف المخلوقات تنجب ويرث العجب القوة الهجوم في الحروب من أعجب قوته قد يهجم في الحرب وإلقاء النفس في التهلكة والمبادرة إلى الضرب والقتل لكل من قصده بالسوء والأصل هذا يذكرنا به بعد نهاية الحرب الباردة أي رجعت من جديد بصورة أخرى كانت بين أمريكا والانتحاد السوبيتي والذين انضموا لهؤلاء والذين انضموا لهؤلاء لما انتهت منهيار الانتحاد السوبيتي ضم بعض المفكرين في الغرب أن الأمر انتهى فوكياما كتب عن نهاية التاريخ يعني انتهى التاريخ بانتصار أمريكا بانتصار المبدأ الليبرالي الرأسمالي الديمقراطي حسب ما يعرفون وخرج أحد العلماء السياسي الخارجية في جامعة هارفرد اسمه سامول هانتينغتون فكتب مقالة ثم كتب كتابا عن صدام وصراع الحضارات وانبرى علماء ولا أقول كل علماء المسلمين إنما جمع من يعني علماء أكابر ذكروا أن العلاقة لأن الأطروحة في صدام الحضارات أن الصراع مستقبلا سيكون بين الثقافات المختلفة يعني ترك البترول وترك المعادل وترك المعابر الاستراتيجية وترك فقال أن الصراع سيكون بناء على الثقافة المختلفة وهذا غير صحيح علماء المسلمين مع أن البعض تعجبتوا القضية مدام أنه فيها صراع خليها علماء المسلمين الكابر كزام الله خيرا قالوا لتعارفوا وجود الإنسان خلق الإنسان شعوباً وقبائل خلق الله عز وجل البشرية شعوباً وقبائل ليتعارفوا لتعارفوا يعني الثقافة في حد ذات اختلاف الثقافة ليس موجباً ليش للحرب وعادة المعضوري بمثال عاني ابني آدم عليه السلام ما الاختلاف في الثقافة بينهما لم يكن هناك وقت لاختلاف ثقافة ولا لي وجود يعني تعدد في اللغاق ولا يوجد نظام مختلف هذا قدم فربان وهذا قدم فربان والله سبحانه وتعالى تقبل من أحدهما ونبي يتقبل من ايه من الآخر فسورت له نفسه قتل أخيه بناء على اختلاف الثقافات ولغات ولو أن كل واحد منهما أدار ظهره لأخيه وانطلق لأن كل واحد بإمكاني أن عندك هذا نصف الكل أرضيا وهذا نصف الكل أرضيا ولكن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء قتل نصف شباب قتل نصف شباب الكرة الأرضية ليس غير هم اثنين إنما ذلك كان تعليقا على قضية ويورث العجب القوة الهجومة في الحروب قال بين تايوان وبين الصين في مضيق في بحر الصين تقول هذا البحر بحري وأمريكا تقول هذه مياه دولية نعم ولازالت أمريكا ترسل بالسفل الحربية هناك وبالأمس القريب وصلت سفينة حربية صينية إلى بعد 150 متر فقط لغير من السفينة الحربية الأمريكية ثم حادت عنها وطائرات تفعل نفس الشيء يعني يظل في أمطار يعني بين الجهتين الآن أمريكا لا يمكن أن تتنازل لحفظ ماء وجهها إعجابا بقوتها مرة ثانية لا يمكن أن تتنازل لكن حصل حرب حصل حرب هذه أرض الصين وطائرة تطلع من مطاراتها بل في اعتراف من أمريكيين مؤخرا أن قوة الصين البحرية يعني لاقبة لهم بالصناعة البحرية الصينية الآن قالوا يعني قال المحللون قالوا أن تايوان ستباد إذا حصلت حرب من الجهتين شو تصير بترواء تايوان سلام السلمة والآن تايوان ترى ما حصل في إيش في أكرانيا يعني ضمانات الغرب لا تكفي يا أيها الساسة من الشرق ومن الغرب والشمال والجنوب جنبوا هذه البشرية ألعابكم وإعجابكم بقوتكم هذا العجب تركوه قالوا أن يورث العجب القوة الهجومة في الحروب وإلقاء النفس في التهلكة والمبادرة إلى الضرب والقتل لكل من قصده بالسوء وعلاجه ما ذكرناه أن يعلم أن حمى يوم تضعف قوته الإمام غزالي يتحدث الآن عن الإنسان ولكن قياسا على ابن خلدون في المقدمة ويقارن الدولة بالإنسان لها طفولة ولها شباب ولها شيخوخة أما الإنسان حمى يوم فيروس كورونا رمى الناس ومات بعضهم وأنه إذا عجب بها أي بقوته ربما سلب الله تعالى بأدنى آفة يصلط عليه الثالث فيما فيه العجب العجب بالعقل والكياسة والتفط لدقائق الأمور من مصالح الدين والدنيا وثمرته الاستبداد بالرأي وترك المشورة واستجهال الناس المخالفين لا هو لرأيه ويخرج إلى قلة الإصغاء إلى أهل العلم إعراضاً عنه بالاستغناء بالرأي والعقل واستحقاراً لهم وإهانة وعلاجه أن يشكر الله تعالى على ما رزق من العقل ويا رب لك الحمد ولك الشكر ويتفكر أنه بأدنى مرض يصيب دماغه كيف يوسوس ويجن بحيث يضحك منه أي مرض يصيب الدماغ ذهب العقل يصبح ضحوك بين الناس والأصل أن لا يضحك منه إيش إذا اتلي إنسان بعقله فلا يضحك منه الحمد لله الذي عفانا مما ابتلاكم به ويخاف سوء المصير فلا يأمن أن يسلب عقله إن أعجب به ولم يقم بشكره وليستصغر عقله وعلمه وليعلم أنه ما أوتي من العلم إلا قليلا وإن اتسع علمه قالوا عن قراء القرآن الكريم عن أهل الذكر أن شيبتهم صالحة بإذن الله عز وجل وأن الله عز وجل يبقي عليهم يحفظ عليهم عقلهم والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وليعلم أنه ما أوتي من العلم إلا قليلا وإن اتسع علمه وأن ما جهله ومما عرفه الناس أكثر مما علمه فكيف بما لم يعرفه الناس من علم الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء تراكم المعرفي تراكم المعرفي تراكم المعرفي للبشرية من سيدنا آدم عليه السلام إلى آخر إنسان على البسيطة كل ما عرفه جزء مما سمح الله عز وجل للإنسان أن يعرفه فقط لا غير وما أتيتم من علمه إلا قليلا وأن يتهم عقله وينظر للحمق كيف يعجبون بعقولهم ويضحك الناس منهم فيحذر أن يكون منهم وهو لا يدري فإن القاصر في العقل قط لا يعلم قصور عقله فإن بغى أن يعرف مقدار عقله من غيره لا من نفسه ومن أعدائه لا من أصدقائه فإن من يداهنه يثني عليه فيزيده عجبا وهو لا يظن بنفسه إلى الخير ولا يفضل لجهل نفسه فيزاد به عجبا العاقل إن نصحته تقبل الفطن تذكر له الحديث يصر على عدم القبول ونذكر نعني بالحديث الحديث الصحيح ولكنه يصر الرابع فيما فيه العجب قال العجب بالنسب الشريف كعجب الهاشمية ويشمل ذلك العلاويين والطالبيين والجعفريين حتى يظن بعضهم أنه ينجو بسبب شرف نسبه ونجاة أبائه وأنه مغفور له ويتخيل بعضهم أن جميع الخلق له موال وعبيد وعلاجه أن يعلم أنه مهما خالف أبائه في أفعالهم وإخلاقهم وظن أنه ملحق بهم فقد جهل وإن اقتدى بأبائه فما كان من أخلاقهم العجب فل الخوف والإزراء على النفس واستعظام الخلق ومذمة النفس ولقد شرفوا بالطاعة والعلم والخصال الحميد لا بالنسب فليشرف بما شرفوا به وقد سواهم في النسب وشاركهم في القبائل من لم يؤمن بالله واليوم الآخر من أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاداه فالإمام غزالي في قوله وقد سواهم في النسب وشاركوا في القبائل من لم يؤمن بالله واليوم الآخر ومنهم أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين منهم من أسلم ومنهم من لم يسلم وفئة واحدة والله أعلم لم يسلم ولكنه نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طالب هناك أستاذ في جامعة جورج تاون نافح عن المسلمين وكتب كتبا كثيرة ينافح عن المسلمين ويشرح قضايا المسلمين السياسية والدينية اسمه جون اسبوزيتو وكنت حاضرا حينما أكرمته الجالية الإسلامية في شيكاغو في مؤتمر فوصفوه قال قال متحدث اسمه وكشبيري سيد محمد سعيد قال العم أبو طالب باللغة الإنجليزية قال عن جون اسبوزيت ايش العم ايش أبو طالب شو يعني ذاك أن أبو طالب نافح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نافح عن الإسلام عن المسلمين ولكن هو لم يسلم لا إله إلا الله هؤلاء من قال فيهم وقد سواهم في النسب وشاركوا في القبائل من لم يؤمن بالله اليوم الآخر فكانوا عند الله شرا من الكلاب وخسف من الخنازير ولذلك قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكره وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم علق الإمام غزالي قائلا قال لا تفاوت في أنسابكم لاجتماعكم في أصل واحد ثم ذكر فائدة النسب ثم بيّن أن الشرف بالتقوى لا بالنسب دخلت على مصور في العزرية بحاجة أنا إلى صور لجواء الصفر فرأيت القوم في داخل عند المصور منهم من يدعي بينهم نقاش منهم يقول أنهم من أهل البيت يدعي إياه إمرأة بغض النظر هل لازال مطلوب منها أن تصلي إلى أوقات الخمس نعم هل مطلوب منها أن تصوم رمضان نعم هل مطلوب منها أن تزكي مالها نعم واضح إن زال الناس مكانتهم هذا مطلوب لكن هو بينه وبين نفسه فليعلم أن عليك بل العكس إذا عرف بين الناس بأنه من آل البيت فعلي أن يسلك سلوكا كآل البيت ونعني بآل البيت آل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس من أكس الناس لم يقل من ينتمي إلى ناس به هذا كلام الإمام الغزالي ولكن قال أكثرهم للموت ذكرى وأشدهم له استعدادا وكأنه بهذه الصيغة منالك ضعف في إسناده وإنما أنزلت هذه الآية حين أذن بلال يوم الفتح على الكعبة فقال الحارث بن هشام وسهيل بن عمر وخارث بن سيد هذا العبد الأسود يؤذن وقال تعالى إن أكرمكم عند الله أبقاكم الحارث بن هشام والسهيل بن عمر وخارث بن سيد لا زالوا يعيشون فترة الجاهلية وكل إنسان فينا يرى هذا لا زال في الجاهلية ولو بعد 1400 سنة سبحان الله هذه قضية الألوان اختلاف الألوان قالوا هل تعلمون ما لون قلب كل واحد فينا وإذا كان يختلف لونه عن لون قلب أخيه يعني الناس ظاهرها الأبيض والأحمر والأسود والقمحاوي له دمغة أهل بلادنا إجمالا هل تعلم ما الفرق بين لون قلب هذا وهذا وذاك لا يوجد فرق لا يوجد فرق إنما الفرق بين قلب هذا وهذا إذا كان هذا القلب قد نكت به شيء من الذنوب وهذا القلب زكي طاهر إن أكرمكم عند الله أتقاكم سبحان الله وخوة الدين لم تبقي شيئا لاختلاف الألوان إلا أنها ذكرت في القرآن الكريم على أنها آية كما الألسن تعدد اللغة آيات دال على الله عز وجل يعني تحتفي بها ماذا تعني تحتفي إيش بها ولا تميز لا تميز عند التوظيف لا تميز والتمييز ليس فقط بالألوان قرأت مرة وننهي بهذا الله أكبر للحديث تتمع إن شاء الله سبحانك ومحمدك نشهد أن أنت سأخبر حتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأخبر محمد إن شاء الله